أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال عمل المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل قطاع غزة وليس الغرض من أن يحل محل أي من المعابر قال فرحان حق إن المنظمة قد وافقت على دعم استلام المساعدات وترتيب إفادها إلى غزة من الرصيف البحري الذي تم إنشاؤه على ساحل القطاع مضيفا أن هذا يعد جهدا متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري بطبيعة إنسانية بالكامل وأوضح أن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية